مرحبا لكل منصة تواصل اجتماعي آفا آفا؟ فمثلا آفة منصة الفيسبوك هي الأخبار المفبركة ففي كتير أخبار متواجدة على الفيسبوك من مصادر غير معروفة فصارت السمعة عنها أنه فيها أخبار مفبركة بالنسبة كبيرة وآفت التويتر التويتر هي منصة متابعة أنا بتابعك وانت بتابعني مو شرط نكون أصدقاء فإحنا بنتابع بعض المعرفة ففي هذا الحاجز اللي هو بيحميني فإنت ما بتعرف هويتي زي مثلا المنصات الأخرى زي الفيسبوك بيعطيني دافع لخطاب حاد ومن هون شهرة آفت التويتر بخطاب الكراهية لأنه ساعدت بطريقة غير مباشرة من تضخيم خطاب الكراهية أوكي طيب إيش بالنسبة للإنستجرام؟ إنستجرام الصور المتواجد عليه أو المحتوى المتواجد عليه مضخم أو بعيد عن الحقيقة ومن هون زاد من زي ما نحكي مرض نفسي اسمه Fear of Missing Out فومو يعني أنا عم بروح عليه فعاليات كتير أنا مشغول أنا بالشغل أنا عم بدرس وأصدقائي 24 ساعة بمطاعم مبسوطين حفلات سفر في إيش غلط عم بصير لأنه إحنا بنفس الوقت بس هون لازم تعرف أنه المحتوى المتواجد على الإنستجرام هو عبارة زي كأنه عرض تشويقي لفيلم فلما يكون في فيلم جديد طالع وبينزلوا له عرض تشويقي اللي هو الموفي تريلر فباخدوا أحسن لحظات من الفيلم بحطوها بعرض تشويقي نفس الشي الناس اللي بتنزلوا على الإنستجرام مش بالحقيقة طبيعة حياتهم الموجودة وبكون مضخم وبعيد خلينا نحكي عن مثال حاليا هلا في مثلا برنامج على قناة عربية كبيرة وهو برنامج رمضاني بنزل كل رمضان ولكن محتوى غير هادف فالسؤال هنا إنه ليش القناة عم بتجدد للبرنامج هاي سنة بعد سنة لأنه في كتير بوستات إنه الناس عم بيحكوا شفتوا القناة هذا كيف إنه محتوى غير هادف وإنه سخيف وإنه 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 وهم عم بيحكوا عن الموضوع بطريقة سلبية بس إيش اللي عم بصير؟ عم بصير تفاعل كبير للعلامة التجارية تبع البرنامج وأصدقائهم الناس اللي بيحكوا اللي ما سمعون البرنامج بسي عندهم فضول إنه أنا بدي أروح أتابع قناة البرنامج وأشوف عن شو عم بيحكوا فمنجرد إنك تحكي عن شخص أو عن علامة تجارية بطريقة سلبية أنت عم بتساعدهم من حيث التفاعل والإنجاجمنت عم بتكبر من جمهورهم كتير بيجيني أسئلة شو رأيك بالمؤثر الفلاني شو رأيك بالمؤثر الفلاني هو نقاشنا مجرد نقاشنا عن المؤثر الفلاني عم بزيد من نجوميته فالموضوع سهل جداً تابع اللي بيعجبك محتوى واللي ما بيعجبك محتوى ما تتابعه ولا تحكي عنه بطريقة سلبية لأنه إذا حكيت عنه بأي طريقة سلبية أو إيجابية أنت عم بتساعد بتكبير حجم جمهوره وتكبير مستوى وأرقام التفاعل على حسابه بحكي لك ما تلحق المشاهير والمؤثرين على إنستجرام حاول تتابع المصممين والفنانين وشوف كيف رح حياتك تتحسن ورح ترجع لك ثقتك بنفسك فجأة الأشياء اللي كانت بتضخم من عقدة النفس رح تختفي والأشياء اللي بتعطيك أمل وبتفرجيك إبداع الإنسان رح تزيد كيف إحنا ممكن نلاقي ناس من هدول الناس المنتج المحتوى الهادف مثلا أو محتوى مفيد اليوم نحن نحكي عن قوائم تويتر مش كتير ناس مستخدموها ولكن لها فائد كبير جدا ورح نتعرف عليها قوائم تويتر كيف تشتغل إنت لما تتابع ناس هدول المسميهم الفولوينج رح تشوف كل تغريداتهم عندك على الجدول الزمني فإيش اللي بصير إنك إنت في عندك تغريدات من مواضيع مختلفة كتير سلطة طيب إذا أنا بدي محتوى متخصص حلو بتفتح بتسوي قائمة على تويتر وبتحكي أنا هالقائمة بدي أسميها موضوع معين مثلا موضوع التسويق فبسميها قائمة التسويق وبتضيف عليها كل شخص بغرد بموضوع التسويق وبتفتح قائمة ثانية وبتضيف عليها مثلا قائمة التعليم وبتضيف عليها كل شخص بغرد بمحتوى تعليمي الآن شو صار؟ أنا بدلا ما أروح على جدول الزمني تبعي اللي فيه هو مواضيع متشابكة بروح على القوائم تبع تويتر وبفتح قائمة التسويق وهلأ بصير عندي محتوى تسويقي غني بروح على قائمة التعليم بصير بشوف محتوى تعليمي غني فمن هنا ممكن إحنا نبحث عن منتجي محتوى هادف فاللي ممكن نعمله أنه نبحث عن قوائم تويتر على الجوجل عن طريق عمل هذه الجملة البحث سايت نقطتين فوق بعض تويتر دات كوم فراغ بعدين نحط الموضوع الموضوع اليوم هنا مثلا وننس نغيره نسميه مثلا ماركتنج فراغ لست هذه الجملة تعطيك النتائج لقوائم تويتر الناس اللي ناس عملتها اللي فيها كلمة ماركتنج مثلا فنبحث عنهم هنا راح نشوف مثلا هذا الشخص اسمه روم بركيو عنده قوائم واحدة منهم اسمها Content Marketing List وهنا Marketing List وهنا Digital Marketing وهنا B2B Marketing فمن هنا ندخل على القوائم هذي وبصير عندنا خيارين اما انه مثلا فيها 4300 عضو القائمة هذي اللي هي Digital Marketing List ممكن أسوي اشتراك بالقائمة من هنا او ممكن اروح على الاعضاء قائمة الاعضاء وابحث عنهم واضيفهم واحد واحد حلو طيب ايش هي قوائم تويتر جاينا على تويتر هاي منصة تويتر هنا رحنا على هاي home twitter.com slash home حسابنا وفيه هون على الشمال مكتوب List اللي هي قوائم نيجي هون على القوائم وفوق باليمين في عنا كيف نبدأ قائمة الحلو بالموضوع ان القائمة او القوائم نوعين قائمة عامة فممكن نسمي هذي مثلا marketing list of marketing مثلا consultants in Arabic or Arabic or Arab countries حلو فهذه الأشخاص اللي بشتغلوا في مجال التصويق في الدول العربية حلو بالموضوع انه هذه عامة لو بروح الى next هذه تعتبر منصة عامة فايش معناتها شغلتين انه اي شخص بدخل احسابي ممكن يشوفها او ببعث عنها ممكن يلاقيها واي شخص بضيفه على القائمة هذي رح يوصلوا تنبيه واشعار انه خالد ضافك على قائمة marketing حلو الشغلة التانية اذا سويتها private معناته ما حدا بشوفها لا بالبحث او على حسابي واي حدا بضيفه ما رح يعرف ان انا ضفته للقائمة هذي فباجي مثلا هذي القائمة هو انا اه في ناس عندهم اه يعني التويتر بحكي لي ممكن يعبر الشحلي هذول الناس ممكن اضيف علي ممكن اضيف فادي برشا جيسي لواء ابراهيم مثلا هذول الناس انا ضفتهم للقائمة فا قائمة هذي ماركتنج فيها ست اضاء هيا هون هاي ست اضاء ممكن اروح لاي شخص مثلا هون فانا اشوف مثلا الشخص هذا فيصل اكمس على النقاط هون وممكن اضيفه 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 للقائمة الماركتنج فانا هيك ضفته وما رح يعرف ان انا ضفته فهاي قائمة الماركتنج مثلا هاي المحتوى تبعها اللي هو معظمه اللي دخل بالماركتنج حسب الاشخاص اللي اضفتهم اوكي ان شاء الله نكون يعني فهمنا موضوع اليوم واهمية البحث عن منتج محتوى هادف ومفيد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة